اعلنت وسائل اعلام صينية ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا الى 25 شخصا واصابة 830 اخرين وفرضت الصين الحجة الصحية على مدينتي ووهان وهوانغانغ في محاولة للحد من تفشي الفيروس الجديد الذي ينتمي لعائلات كورونا انطلقت بمدينة الدار البيضاء المغربية اعمال مؤتمر ومعرض دولي حول البترول والغاز بمشاركة عدد من الدول العربية من بينها الكويت واخرى اوروبية وافريقية فضلا عن عدد من الشركات والمؤسسات المعنية بالبترول والغاز والخبراء ورجال الاعمال والمستثمرين وشارك وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بالقاء كلمة قصيرة قبل ان يقوم الوفد المرافق له برفقة وزير الطاقة المغربي بجولة في اجنحة المعرض الذي نظم بمؤازرة اعمال المؤتمر